ان عقلي ما بيعوش لحد. انا شفت الموقع اللي اسمها عليه. انها امريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب مرة تانية على هقولها باسلوب واضح وهادي. عشان خرفان عمر اديب ما بيفهموش بسرعة وبيقولوا حاجات غريبة حاجات تشيل حاجات مريبة يعني مش عارف دول اللي عايشيني ازاي مع نفسهم بالغباء ده. فهقولها باسلوب ده الموقع الحكومي الرسمي الامريكي المسجل اهو بتاع الانتخابات الامريكية واللي اه اللي فيه سجلات هنحط اللي هو عمله بالزبط هو حطي بتاع والدة الشيخ حازم نور اهو تاريخ ميلادها حداشر تلاتة ناينتين فوري سيكس ده اه سوري فوري سيكس ده اللي عمله عمر اديب قدام الناس جميعا قدام كل خرفانه والناس اللي بيصدقوه رقم البيت رقم البيت الوالدة بتاعة سيدة نوال نور 844 الزبكوت اللي هو الرقم البريدي الحي بتاع سانتا مونيكا الزبكوت ده بس لمنطقة اسمها سانتا مونيكا فيه الاف وملايين زبكوت في امريكا ده زبكوت لمنطقة معينة حتى مش كل سانتا مونيكا منطقة معينة من سانتا مونيكا ناين زيرو فور زيرو سري اهو تحط سرش هيتطلع لك ايه زي يعني ملهاش وجود طيب هنعمل بقى مرة تانية هنحط ايه اديب اديب هتقولوا اللي فيه مليون اديب لأ بس ده تاريخ ميلاده عشرة تلاتة وعشرين ناينتين سكستي سري موليد تلاتة وستين ده تاريخ ميلاده عمر اديب وشوف العجب نفس عنوان السيدة نوال ونفس الرقم البريدي طيب هنحط سرش دلوقتي يا حلوين يا اسكياء يا خرفان اه بيقولوا له مرحبا فيك حق انك تنتخب وبيفكروا اهو جون 5 2012 ان عندك بريزيدنشل الاكشن جربوها بنافسكم هتلاقوا انه هو مسجد وده موقع حكومي وده اللي النيورك تايمز بنت عليه برضو المقالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انه هو امه مش امريكية وهنزل انتخبات ينزل زي ما انت عقل بس انا مش حبيه عقلي يعني انا واقف عند الجملة دي انا اسجاز مثلا يبقى فيه تمانين مليون مختنعين انه امه مصرية انا الوحيد اللي مش هبيه عقلي لانه اللي انا شفته انا شفت جرائد محترمة شفت مواقع حكومية شفت اه انا عقلي ما بيعوش لحد انا شفت الموقع اللي اسمها عليه انها امريكية